عندي رسالة بيوصلها حق الاخوان واللي بيزعل يزعل براحته موضوع الفواكه والخضرة وهالأمور هذي كلها يتفتروا بالجمعيات ما كان عندها وعندها وما عندها وبالشابرة وفيه وما فيه طعولنا بعض الشركات اللي قامت توصل حق البيت الآن اكو جزئين في الموضوع وانا اتمنى لاخوان في وزارة تجارة تقومون على الموضوع هذا حبيبي مو معقولة تحط رقية وخيارتين وشوية كوسة وتروح تبيع ليه بخمسة وعشرين دينار وتروح تحط ليه في الانستغرام وتكون تقصوه على العالم وهذا خيار مدري من وين وهذا مش عارف وين الجزء الثاني انا اتكلم حق بعض المشاهير اللي للأسف وصلتوا الى هالمرحلة هذي من بخور وجنات ودنيا وعطورات يبدوا تسوون دعايات حق كوسة وطماط ومش عارف ايش والشابرتنا وما شابرتنا يعني ايب وانا الكلام اوجه حق الاخوان في وزارة تجارة واذا تبي الاعلانات انا اطرزك ياهم مو معقولة اليوم قاعد قصوه على الناس الى هالدرجة هذي وانا اقول للناس مو معقولة انت وصلتوا الى هالسداجة البعض منكم انه اليوم يروح يتابع هذيلا يعني اللي تبي تسوي لك اعلان عشان خضرك يعني شو ده بتتوقع اكثر من جذي يعني اكو واحد يروح يدشلي اكاوند يتابع وحده بسناب عشان يشوف وين بيعون كوسة يا عمي والله الجمعيات مدروسة والله الكوسة على دينار وعلى نص دينار لا يقصوه عليكم حاطين هذا وملمعي لكم يا اشوية يوصلك للبيت وخمسة وعشرين دينار لا تستغلون العالم في هذه الظروف عيب عيب على المعلن وعيب على الشركة وعيب عليك انت واحدة مشهورة تسوينها الكلام هذا انا هذا كلامي واتمنى من الاخوان في وزارة التجارة يشوفون هذا الموضوع فيما الله